مرحباً، 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 نحن نتحدث عن السماعات الجديدة من شركة OnePlus أعلن عنهم مصرر المنزمان، اسمهم OnePlus Buds Pro أحسن سماعات وائرلسة من شركة OnePlus لآن لدينا مميزات جديدة كثيراً فيها Active Noise Cancellation, SPC, AAC حتى LHDC شغلة جديدة خاصة أن يعطونا الصوت كثير من هذه السماعات وثلاثة ميكروفونات على كل سماعة أنا طارق، شكراً جزيلاً على كل الناس من الاشتراك دعونا نتحدث عن OnePlus Buds Pro شكراً جزيلاً اعملوا لايك ونسجلوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلكون فيديوهات جديدة لدينا OnePlus Nord 2 لدينا سماعات 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 لذلك نغير الكميسات الموجودة للسماعات لذلك نضبطها على عينتنا لدينا شريط USB-C إلى USB-A لنشرج السماعات من أي شيء نستعمل عليه USB لدينا سماعات السماعات التي نعرف كيف نستعمل هنا وكما رأينا هنا لديه OnePlus Buds Pro موجودة عندنا بالمات بلاك الآن عندما نرى المميزات التي يقومون عنها على ظهر العلبي هنا لدينا سنرى عن Adaptive Noise Cancellation يعني أنه يوجد الانسي OnePlus Audio ID سنستمع على التطبيق حتى نستمع على التطبيق حتى نستمع على صوت لدينا مزيزة LHTC Wireless Audio حتى يعطونا صوت الكواليات كبير عالية وعليه وراءة باتري يقومون بها تقريباً 38 ساعة لإستعمالهم مع العلبي لما يكونوا مشارجين وكاملين كل شيء تستمع على ثلاثة ثلاثة ساعة يعني أنه مدة طويلة وإذا نريد أن نشارجها لما تموت البطارية تقريباً يتجدونها بأي عشر ساعات استعمال لدينا ثلاثة مكروفونات على كل سماعة حتى يمكن أن يخفف الصوت حوالينا ويكون لدينا بلوتوث 5.2 لذي نستمع على السماعات لأي تليفون موجود في السوق هنا سنجربهم للسماعات تقريباً تجمعوا قليلاً لذي نستمع عليهم إن جربتهم مع التليفون جديد OnePlus Nord 2 وعندنا أيضاً OnePlus 9 Pro الذي نزلوه من أول السنة سماعات سيمشون أحسن مع التليفونات المعمولة دغري من شركة OnePlus لأنه لا نريد أن نزل أي تطبيق لإستعمالهم مجرد أن أرسلهم تقريباً على البلوتوث يمكننا أن نسيطر عليهم تحت البلوتوث ستتنج مثل ما أريد أن يكون ندور التليفون هنا هذا هو OnePlus Nord 2 دعنا نفتح السماعات مجرد أن نسيطر عليهم نرى قوة البطاريات الموجودة هنا ونرى 100% عليهم ونستطيع أن نسمع عليهم الآن نستخدم هذه النقطة الموجودة على اليمين رأينا اسمهم هنا نعمل صوت الموسيقى نعمل كونتاك شيرين إذا نريد أن نفتحها وعندنا أيضاً ال LHTC مثل ما أردتكم بأيضاً الأحسن كوداك موجود هنا إذا تطبيقها هنا تطبيها تنزل على ال SBC هذا سيكون العادة الصوت الموجود هذا يعني إذا نسمع الموسيقى أحسن ما نستعمل هنا على ال LHTC وغير ذلك تحت ال Earbud Functions يمكننا أن نسيطر على ANC Active Noise Cancellation كيف نسيطر هنا على السماعات إذا نقبس كبس نوقف الموسيقى ونرجعها كبسين تذهب إلى الغنية وثلاث كبسات تترجعنا الغنية التي لم تقبل إذا كبسنا ودعنا على ال Hold سأخذنا ضغري على ال ANC ونقرب بين ال On وال Off ونضبطهم مثل ما بدنا لدينا أيضا سيستام يسمى Zen Mode Air الذي يعطينا صوت أبيض يسميه مثل دوشي صغير على السماعات حتى نستطيع ونريح عصابنا مثل Zen Mode المعمولة على التليفون حتى منحتنا نستعمل التليفون لمدة طويلة هذا تمشي مظبوط كثير لدينا أيضا فحص لإذا يساعدونا أن نستطيع استعمل الكباسات المظبوطة الموجودة بقلب العلبة يضعون أول شيء بال Medium يمكنكم تركبون مثل ما بدكم أن نستعمل عندما تعملوا هذا الفحص يعملوا الصوت حتى يعرفوا مظبوط كيف الصوت يأتي لكم ويقولون لكم السماعات والأيرتب الذين تستعملوهم سيكونوا منيح أم لا آخر شيء أيضا هذا يعمل فحص لتسمى على ديناتنا لأنه يعمل لكم عدة أصوات لأنه يعرفوا أيها الأسئلة التي يستطيعون تسمى عليهم ويضبطوا الصوت وإذا تعملوا من تليفون واحد ينط من تليفون واحد للتاني لأي تليفون تاني بيضل البروفيل موجود على السماعات آخر شيء عن معنايته إذا امتوهم وحطيتهم ببناتكم من وسيئة بتعمل باوز وبترجع تمشي مظبوط الفونكشن ديسكريبشن مثل ما رأيته هون الأيربودز عندهم الابتايت عليهم للتطبيقات الجديدة أي تجديد السوفتور يجيلي واحد من المائش هنا وكلهم يمشون مظبوط الآن إذا قلنا على التليفون على الوان بلس بوتر برو على الوان بلس بلس ناين برو السبب لفجيكم على أنه في التوقيت الموجود عندما أقوم بعمل لكم المراجعة السماعات عندهم مميزة مختلفة مثل ما نرى أول شيء أنه الألوان التي تعيتهم للسماعات يبينوا عليها على التليفون رغب أنهم لا يبينوا على هذا ثاني شيء التثبيت عليهم نفس الشيء تحت الـ Bluetooth setting فينا نضبط كل شيء ولكن تلاحظوا أنه هنا ما عندي هون ما عندي هون إلا الـ AAC و الـ SBC هؤلاء سيكون الاختيارين الموجودين عنها الـ AAC سيكون أحسن شيء لها وبالمستقبل سيعطونا تجديد عليها للـ One Plus 9 Pro ليستطيع استعمال الـ LHTC مثل ما عم نرى هنا على السميهات البقاء كله يكون نفس الشيء ونستعملهم بكل شيء مصبوط هنكون تليفون أي شيء مثلاً هنستعمل الـ S21 Ultra بس بنا نعمل عنهم التركيز ونطلب منهم مثل ما رأيته أنا مسجلهم هنالذي كانوا موجودة من قبل للتليفون الجديد هذه الحلاوة لم يكن لديهم نفس الوقت لكن يمكنكم استعمال وقت لا تريد تليفونات معهم خاصة مع الكمبيوتر تحت الـ SETTING لم يكن لدينا أي شيء مثل ما رأيتهم بالتليفونات الثانية لأنه هذا يجب أن نزل تطبيق على تليفونات التي تمنى تليفونات شركة One Plus هنالذي التطبيق يسمى هو Hey Melody موجود على الـ Google Play Store إذا تدوروه ترى نفس المعلومة نرى دقائقات السماعات نستطيع أن نجدد الـ Firmware إذا لدينا تجديد نغير بين الـ Noise Cancellation أو الـ Transparency الذي يسمعنا من خلال Zen Mode Air نفس الشيء الـ One Plus ID وفي التسك الـ One Plus ID مثل ما يمكنكم تطبيقكم رغم إذا عملتم الفحص أو ما عملتم يمكنكم دوروه تطبيقه مثل كأنه إيكواليزر تستطيع الضبط فيه وغير هذا هذه المعلومات الوحيدة لا يمكننا في التلفونات أندرويد وفي التدور تحت التلفونات الـ Audio للـ Codec يمكننا أن نرى أنه يمكننا أن نختار بيناتهم وثنينتهم لكن التلفون عادة يستعمل أحسن كودك يعني أنه سيعمل على الـ AAC لا لدينا AptX ولا لدينا LDAC مثل ما قلت لكم التجديد الجديد سوف يستطيع إعطينا صوت أحسن الـ LHTC يوجد أيضاً هذه الأعيبة كثيراً صغيرة تستطيع أن تفوتوها بجائد الجينز الموجودة على الجيب اليمين كثيراً كثيراً منيح معناتهم أن تأخذوها معكم أمتي ما أريدكم البطارية تضاين مدة طويلة لا يوجد إشكال ثلاثة ربائع الآن أنا اللي أحب أن أعمل فيها خاصة أنه هنا لدينا الـ Wireless Charging هنا أنه يأخذ السماعات وضعها بدينتي وعندما أتركها على الطاول يضعها على الـ Wireless Charger معناتهم أنه لا تفكروا أن تأخذوا معكم الشريط طوال الوقت إذا أريدكم تجعلوا العلبة على الشرجار يظلها تشارجها ويظلها 100% والسماعات بدينتكم عندما تخلصوا تضعوا السماعات بقلبهم ويتشارجوا ويمشون مدة طويلة مثل ما أترككم يقولوننا سيأتينا تقريباً 38 ساعة باستعمالهم لما يكونوا كل شيء مشرج معنات السماعات والسماعات والعلبة مشرجة ما في برضي يعطونا 38 ساعة وأنا الآن أحاول أن أرى قد يمكن أن تضاين يعني أريد وقت زيادة ولكن يقولون أن البطارية التي تضاين مدة طويلة موجودة أن تضعوا بدايناتكم كثيراً والحالية يوجدهم لأنهم كثيراً صغار وعندهم كثيراً طعجة تأتي جنب الوجه لا تقعد لبرا يعني أنه إذا كنت تضعوا بدايناتكم ستوقفة لبرا لأنني أفرجيكم وتضعوا الضغرة ومثل ما ترونه يفدون كثيراً منيحو إذا تظهروا الضغرة عادةً لا تستطيعون ترونه إذا كنت لديكم شعر هنا لا يوجد أي أشكال لا يبقينوا كثيراً لدينا ثلاثة ميكروفونيات على كل سماعات يعطينا وعندنا الـ Active Noise Cancellation الآن أريد أن أعطيكم فقط صوت ستعرفوا ما هو الذي يمكن أن تدوره في المكتب لديه وموجود هنا وموجودة 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 سأدور هنا وسماعكم الصوت في المكتب كيف سيكون قدية الدرجة وقدية أن نستطيع الصوت الآن هذا هو وفي الـ Active Noise Cancellation يمكننا نطفي كاملاً بهذه السماعات وغير ذلك إذا كنت تخدموا مكالم وموجودة لديكم سأعطيكم أيضاً مصرح ستعرفوا كيفية الصوت يأتي منه سأقوم بمصرح من الصوت يأتي من السماعات لديهم ميكروفونيات ثلاثة على كل سماعات يستطيع أن ينزلوا الصوت من خلال موجودة معناته إذا كنت تستطيع أن تسمع على الـ Air Condition الموجودة والـ Air Pure Fural معناته لكنني أعتقد أن تنزل الصوت كثيراً حتى تركزوا عني أنا ولا تركزوا على الصوت الذي حولي لذلك يعطونا الصوت كثيراً مني ستعرفوا ماذا هو الصوت الذي حولي الـ Air Purifier الموجود لتحت هنا وعندنا أيضاً أيضاً ستعرفوا ماذا هو الصوت الذي يتنزل في هذه السماعات عندما ندور الـ ANC وكما سمعته الصوت الذي حولي المكتب يختفي إطلاقاً لا يوجد أي شيء كل شيء يكون سكوت لأستعماله الصوت وكما سمعته بأنه يقوم بعمل من أنه عادة ولكن على القليل التي تعرفوا أن الـ Humidifier الذي كان جانباً كل هذه الصوت العالية لا تسمعه بالمكالمة وبالضع لكم تستطيع أن تفهموني معناية الصوت منيح هذا هو الذي يحاولون يخفف الصوت حوالينا ويركزون على الصوت الذي يتحدث الآن دعنا نتحدث عن المسافي التي نستطيع أن نبعد منه أنا الذي أعجبني فيه أيضاً بلوتوث 5.2 يساعدنا أن نستعماله أنا أضعت التليفون ودورته هنا وذهبت إلى الجهة الثانية من البيت لدي تقريباً حياتين بيني وبين التليفون وأنا مثل ما لكم من جهة واحدة للجهة الثانية من البيت والصوت كان ماشي كثير حلو ونستطيع أن نسيطر عليهم كثير منيحاً الشغلة أيضاً يجب أن تعرفوا أن هذه السماعات لديهم كباسات على الـ Air Buds تستطيع أن تكبسوها مرة مرتين أو ثلاث مرات أو حتى تعملوا عليها الكبسة بالنسبة لي لما جربتهم على الـ Oneplus Nord 2 قدرت تستمتع بالصوت أكثر شوي لأنه لدينا الـ LHTC موجود أحسن كوداك موجود عليهم لهذه السماعات ومتلعون تلكم قريباً إن شاء الله بيمشي على الـ Oneplus 9 Pro رغم أن الـ AAC مبين وبينكم صوته كثير منيح الـ Bass والMids & Lows بيكونوا كثير قوية والـ Focus عندما نسمع على صوت الناس بيكون كمان منيح هذا ما يعجبني فيهم لهذه السماعات السماعات والكبيسات التي موجودة عنهم للسماعات حتى نعرف كيف يوجد صوت مضبوط وعندما تعملوهم هذه الشغلتين مضبوط الصوت يكون يجنن بالنسبة لديناتكم وحتى تستمتعون فيهم أكثر لذلك أنا أستطيع لكم إذا كنت تفكروا تجلبوا هذه السماعات تستعملوا بأي تلفون أندرويد إما يكون Oneplus أو حتى يكون Samsung LG Motorola كل أي شيء تستعملوا عليه التطبيق اسمه Hey Melody موجود على Google Play Store والتلفونات Oneplus الموجود بقلب الـ Setting State Bluetooth ما عندكم تنزله ولا شيء بس إن شاء الله نرى كل الموايزات الجديدة قريبا على Oneplus 9 Pro إذا عندكم Oneplus Nord 2 كل شيء مضبوط وماشي مضبوط معكم على آخر يلا خبروني ماذا رأيكم فيهم لهذه السماعات هل أنتم مراجبين بسماعات Oneplus بالنسبة للي أن هذه أحسن سماعات تنزلوهن لهلا من أي موديل كانوا بنزلينه من قبل الذي كانوا نضعه على ديناتنا أو حتى True Wireless يلا رأيكم إن شاء الله في الفيديو جديد شكرا جزيلا على كل الناس لمن الاشتراك شكرا جزيلا لشركة Oneplus الذين بعتوا للسماعات الذين جربوا لكم كيف خبرتي معهم ومشوفكم إن شاء الله بالفيديو جديد مع السلامة